تلفزيون نظهر على الالتفاة الطيبة العفو طيب ونرحب كذلك من ولاية الوادي برجاء موسى صاحبة روضة الزهراء مرحبا بك معنا صباح الخير أهلا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا معنا كذلك من قسنطينة توفيقة حر فرحاد صاحب روضة كوكب العباقرة مرحبا بك سيدي أهلا مرحبا بك سيدي وشكرا للإستضافة العفو برق الله فيك إذن نبدأ نقاشنا فيما يخص رياض الأطفال أو مؤسسات استقبال الطفولة في الجزائر كيف تأثرت بهذه الجائحة أول شيء أريد الإشارة لهذه الفيدرالية الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة هل هي فيدرالية جديدة كيف تشكلت عدد المشتركين في الفيدرالية تفضلي بإجاز يعني نعم حنايا بعد صدور مرسوم في سبتمبر الماضي كان الواجب علينا أننا نتكتلوا في جبهة واحدة لكي نناقش كل ما هو جديد في ترقية الطفل بهذا الغرض تجمعنا في ثلاثين ملايات ودرنا مكاتب ولائية في كل ولاية أسسنا مكتب فيه أعضاء فيه رؤساء فيه الباش نكونوا على علم وعلى دراية بكل المشاكل التي تواجه القطاع تعنا له قطاع تربوي محظ وبدأنا تحركات هذه الحمد لله كان عنا تسهيل واتجهنا الاتحاد التجار والحرفيين كيفاش ندخلوا في حوار مع وكشاركة مع المديريات اللي تابعين لها لأننا كرياض أطفال ومؤسسات استقبال الطفولة رانا تابعين الوزارة التجارة بما أننا نملك للسجيل التجاري ونملك اعتماد رانا تابعين الوزارة التضامن بمعنى أنكم تابعين مديرية التجارة على مستوى الولايات ومديرية نشاط الاجتماعي كذلك تابعين الوزارات أيضا حتى وزارة الصحة عندهم منذوبين ليجوا يعني يراقبونا ويشوفوا حسن السير للأمور عندنا ويعني نمشو ب جيد هذا التكتل من دون شك رح يعود بالفائدة على أصحاب مؤسسات استقبال الطفولة هذا هو يعني رح يوصل لانشغالهم ويوصل رأيهم للسلطات نرتقيه بهذا القطاع جيد الآن وصلنا لأزمة كورونا التي بدأت يعني في الجزائر من منتصف فيفري على ما اعتقد نهاية فيفري بداية مارس تم توقيف حتى نشاطكم لحد الآن أكثر من خمسة أشهر هكذا داخلين اليوم نبدأ الشهر السادس داخلين الشهر السادس بلا نشاط أحكيري على تأثير هذا الشيء عليكم على دور الحضانة على مؤسسات استقبال الطفولة نحن من القطاعات اللي استجبنا لنداء رئيس الجمهورية وما عارضناش فيه لأن المصلحة العامة للطفل تفوت على المصلحة الخاصة لنا قبل كل شيء نحن دور الحضانة ونحن أمهات بديلات يعني ما همتناش الخسارة اللي كنا فيها وما طالبنا بحتاش بدة هذا الشهر كامل ونحن ساكتين لأننا نساند دولة عنا في المحنة تحال لكن لحقنا الوقت ونرانا يعني لحقنا للإفلاس خلاص منكم نكملوا هكذا يا ما ما تبقى حتى دار حضانة مفتوحة لهذا نحن نناشد السلطات في إعادة النظر بالنسبة للفتح لأنه كامل القطاعات عودت فتحة الطفل اللي يجي للروضة هو في أمان أكثر وهو داخل الروضة على أن يبقى في شوارع العب لنا نشوفه فيهم يعني همش فيه في حجر رام يخرجوا راهم يرحوا يشروا راهم من المفروض يروح للحضانة اللي رانا مراقبين البرسوليل تعنا العمال تعنا يخضعونا لمراقبة دورية وحنا يرانا نخضع المراقبة وعلا نخدينا يعني يبدينا في دراسة بروتوكولات عديدة نحن نوصل لهذه النقطة أتحدث عن الخسائر اللي سجلتوها فترة خمس أشهر ودخلين ست أشهر كما قلت بدون شك راكم قيمين الخسائر اللي وقعتوا فيها حالو منذ فترة الغلق جا غلقنا بين عشية وضوحها ما كناش نستنعو في الغلق هذا يا دونك احنا يغلقنا وحنا مؤسسات خدماتية يعني ما عناش إنتاج المؤسسات التعنا الدخل الوحيد تحتها هو الاشتراكات تعال الأولياء اللي في بعض الولايات تعد جدو زهيدة لا تكفي حتى باش تغطي المصاريف قاعدونا الأجور عالقة لأن العامل عنده معك عنده أن يكون تخاف معك عنده موثيقة يعني اللي راهو خدام تتحاسب عليها ومام هذا العامل راهو مسؤول على أسره راهو عنده أولاد عنده بين عشية وضوحها يصبح رحو بطال هو الأمر ماشي ليس بالهيين الأعباء قاعدت تمشي وحنا في ألاغي احنا رانا حابسين والأعباء مازالت تمشي احنا مطالبون بالكناص مطالبون بالكاسلوس حتى يعني كان ممكن تأخير احنا رانا في ضغط نفسي كبير 90% من رياض الأطفال راهي كاريا سأقول كي يتراوح من 130 ألف دينار جزائري يعني راهو ضخم كلها مصاريف تضغط على سبق سنويا لهذا السبب يعني بزاف من رياض الأطفال الكثير 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 يعني وقفت ناشاط رسميا رسميا وأفلاست ورح نوقع في مشكل كبير عند العودة لأن دي جاء قبل ما يصرى هذا كان عنا عجز في رياض الأطفال ما كانش عنا العدد الكافي ونزيد يعني الجائحة هذه ما قلتش الناس تقدر تكمل جيد خلينا نتوجه إلى جنوب الوطن ونشوف أحوال رياض الأطفال والمؤسسة استقبال الطفولة في الجنوب من ولاية الواد يشار إلي أن معنا ريم ترعى هكذا مديرة هذا الروضة روضة الزهراء سيدة ريم أول شيء يعني أسألك مرحبا أسألك عن الخسائر التي تم تسجيلها مثلا على مستوى روضتكم تم تجريد هذه الخسائر وفيما تتمثل نعم مرحبا أولا للتصحيح فأنا مديرة روضة دياء للأطفال وليست الزهراء لو سمحت جيد بالنسبة للخسائر كما تحدثت يعني التي سبقتني تحدثت تقريبا نفس المشاكل التي مررنا بها هي أيضا يعني أيضا نعاني منها وكالكرة كأيضا أيضا أجور المربيات إلى غير ذلك يعني توقف كل شيء وفي نفس الوقت مطالبين بتطبيق دفتر شروط جديد هذا زاد الطينة بلا راح نوصول لدفتر شروط فيما يخص مصارفكم متواصلة خلال هذه الفترة ما زالت عندكم مصاريف قلتي للكراء وجور العمال كيف تم تصرف مع العمال تم تسريحهم تم وضعهم في عطل نعم بالنسبة لي أنا أتحدث عن نفسي قمت يعني بصفة يعني لم أتكلم عن نفسي و يعني أنني قمت بتسريح المربيات صراحة وهناك من بقي يقوم بدفع دفع أجور المربيات أو في عطلة مؤقتة المهم تصرفنا يعني بما يرضي يعني ضمائرنا وكل شيء بالتوافق بين بيننا وبين المربيات جيد خليني نمر لتوفيق فرحاد صاحب روضة كوكب العباق من قصنطينة ومعنا كذلك يكلمني كذلك عن الصعوبات التي تواجهوها خلال هذه الفترة خاصة وأنتم داخلين للشهر السادس من الغلق كيف تصرفت لحد الآن سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدها بسم الله الرحمن الرحيم يعني ككل الروضات المتواجدة على مستوى الوطني الروضات المتواجدة على مستوى ولاية قصنطينة أو ولاية الشرق الجزائري تعاني أيضا من هذا المشكل بسبب تدعيات الكوفيد زناف اللي يراهي مستمر إلى حد الآن قرابة خمسة أشهر ونحن في الشهر السادس وراح تكون يعني الشي اللي يكاين أنه المصاريف اللي رحنا نتكبدوها درك حاليا الدرك حاليا رحنا نتكبدو مصاريف الكراء الإيجار اللي رحي توصل أحيانا إلى حد الخمسة وعشرين إلى مئتين وخمسين ألف دينار جزائري وثلتمائة ألف ألف دينار جزائري كل شهر زيادة على ذلك العمال اللي راهم يخدموا فالروضات واللعابلات المربية اللي يخدموا فالروضات مادام راهم يعني يشغلوا معاك منذ كاللي منذ عامين أو ثلاث سنوات وكاللي عندهم عمال اللي عندهم عشر سنوات حتى وخمسة عشر سنة ما يقدرش الإنسان أنه يخليه في هذا الظرف خاصة أنه الأموال اللي راح يتحصل عليها هي الأموال من من داخل الروضة يعني راحوا يتحصل على الأموال تاعه عن طريق الشغل تاعه في الروضة ناهيك على ذلك أيضا المصاريف التي يتكبدها لصاحب الروضة أو صاحب الروضة من خلال المصاريف التي يصرف كما نقول اللي راح يصرفها يعني في كل شهر من الأشهر يعني اللي ماضت وكاللي عندهم روضات كاللي عندهم مداخل إلا الروضات ما راح نتحدث على نفسي يعني أنا كأستاذ جامعي في جامعة قاسمتينة عندي عندي يعني لابيت عندي يعني المدخل كل شهر لكن كالل روضات عندي مصدر دخل آخر لكن كالل نسبة كبيرة من الروضات ومن مديرات الروضات يعني مصدر الرزق تحمه هو اللي من الروضات يعني ما عندهم ش دخل آخر يعني كما هو كما المديرة كما الإنسان يعني راجلها والله للإنسان الزوج صحة يعني ومع المصارف تالكيراء ويعني مصارف تالإيجار للضرب كايين إنسان اللي متفهم ويقدر يتفهم يعني اللي أجر عليه وكايين إنسان اللي متفهمش يقولك أنا هذا صحيح طيب خلينا نمروا نقطة أخرى ستوفي خلينا نمروا إلى نقطة أخرى فيما يخص دائما توقيف نشاطكم والمشاكل اللي واجهتوها رأي آخر في الجانب الآخر الأولياء هذا الأطفال اللي كانوا في رياض الأطفال قبل توقيفها يقولوا أننا سددنا تكاليف معينة ولما تم توقيف النشاط لم يتم إعادة نسبة من الأموال لنا بما أنه توقف النشاط ما رأيك في هذا يعني رأيي في هذا الجانب يعني أنا أتحدث شخصيا يعني على عروض سكوكب العب أخيرا في قصمتين أنا نقدر نهضر لك باللي يعني النصف يعني من الأولياء يعني ما ما سدوش يعني التكاليف خلال شهر مارس وكي النصف الأولياء اللي سدو تكاليف شهر مارس حقا يعني الإنسان كيعود أنا تفل هذا مريح 12 يوم يعني 12 يوم في لاكراش ووصلك سدد الشهر أنا الولية هذا حنا هضرنا معهم كمدير روضة يعني اللي معايا كمدير روضة أو مسير روضة هضرنا معهم قلنا يعني في الدخل إن شاء الله كينسجلوا الدخول سنعنا رح نتفهم عشي هذا لكن أنا كنتحدث على النصف الآخر من الأولياء اللي حط يعني أولاده من واحد إلى 12 من شهر يعني 12 من شهر مارس تم غلق الروضات يعني هذا وشهر يكون لموقف تحم كمرا ما خلصو نشبه الناس عندها لدخل الشهر يوصلها بعد 15 من شهر وبعد 20 من شهر يعني يخلصو في الوقت هذا خلينا نشوف رأي نورة بن خروف رئيس الفيدرية وطنية مؤسسات استقبال الطفولة فيما خص هذا الإشكال يوقع ما بينكم أنتم كروضات وما بين الأولياء بالنسبة للإشكال يوقع بيننا وبين الأولياء نحن كروضات لنشاط يكون خدمات عندنا فوقف نحن الولي يخلص المعلوم الشهري لا نحن نحسب على حساب للشهر على الفوقف حساب للطاع لكي نساعد حساب التكلفة الحقيقية على الطفل في الروضة ستفوق وما سيقلص كي تكون التكلفة كين ديرو هاي بمليون الموين راه بمليون الدولة راه تخدم يعني الروضات التابعة للدولة راه تخدم بشالف دينار جزائري كي تكون بمليون كين قسموها على ثلاثين يوم راه ما تجيش من بأ الف دينار لليوم هل الوجب ولا بخيز انشاش الالبسيكولوجية والمربية والأجر والإيجار والأخر هل حقا جي قل من الف دينار لا طبعا لا سمحنا في العقود اللي درناها مع وزارة التجارة في بداية السنة عقود سنوية ندروها مع الأولياء فهذه العقود مكاين بنود واضحة وش يقول لك البند يقول لك يعني إذا بدأ الشهر انت بسك الموربية هذيك راهي خالصة ما هيش مسؤولة لوش كين داخل الروضة ولا داخل دوك راهي عندها معلوم شهري راهي تخلصو كالك سوى اللي سيقنستانس اللي جدنا بهم وحنا رانطحنا في وضعية اللي ما كناش نستنعو راهي عالمية راهي أزمة اقتصادية عالمية دونك هذي الموربية من حقها أنه في نهاية الشهر تدي للإيجار تاحا وحنا هذك طفل كي جاي يخلص جاي خلص شهر ما حسبنالوش بالنهار لك بسك كين ديك غش كين رواضات دي حسبوه بالنهار بسح لالتقاردوري يعني الخلاص داع النهار ما يجيش كيمال خلاص داع شهر دونك من غير المعقول أن خلينا نوضحوها بهبه نفوتوا على هدى النقطة كما قال سيتوفيق كين اللي مد أموال ومسبق أموالو لكن تم توقيف النشاط حنايا كرياض أطفال شو نقولك عندكم تعاهد أنه مع استمرار النشاط لي ليسبق بسكو كين ناس كامل لك خاشك سيبارة جون كين هاولك في مناطق في المناطق الظل وفي المناطق الداخلية معلش مثلا ليسبق كيف كيف يتم تعامل مع أموالها أولا في الفلارنتخي يعني كنا نعود إن شاء الله ننوليو ننعود نستأنفو النشاط يروح يتفاهم مع مدير الروضة تعوصة يدرهمو في الحفظ والصون لأنه نحنا رانا نديرو استثمار في الإنسان ماناش نديرو استثمار ولي ما خلصش لي ما خلصش أنا شخصيا عن نفسي بسماح أنا شخصيا عن نفسي بسماح لأنه بما أنه جاز المرض وما مرس شوراه يعني بصحة جيدة هو والطفل تاعه ويعني بقى العهد بينه وبين الروضة ولا لها جيد خليني نمر لولاية الواد إلى السيدة ريم ونحن نتحدث سيدتي عن هذا المشكل الصحي الذي ألقى بضلاله على كثير من الهيئة والقطاعات من بينها رياض الأطفال على مستوى الروضة تعكم مثلا لو يتم إقرار يعني بداية نشاطكم مرة أخرى عندكم بروتوكول صحي وجدته حضرته عندكم هيئتوا نفسكم لاتخاذ تدابير صحية والله نحن نحاول أن نقدم جميع بروتوكولات الوقاية من نظافة من تعقيم إلى غير ذلك يعني من كمامة إلى غير ذلك ونسأل الله التوفيق في هذا الأمر نعم نحن بصدد القيام بجميع التدابير التي يجب القيام بها في حالة في حالة بداية نشاطنا بإذن الله طيب وسي توفيق توفيق كذلك من قسنطينا عندكم نظرة أو لا فكرة على البروتوكول الصحي فيما يخص يعني يعني فيما يخص البروتوكول الصحي أولا يعني البروتوكول الصحي هذا لازم تكون على حنا أسسنا فيدرالية الوطنية لمؤسسة استقبال طفول الصغيرة تحت لواء اتحاد التجار المشكورين أسسناها تكون شراكة مع مختلف الهيئات كي نقولوا مع مختلف الهيئات الإدارية يعني نقدر نقصد بها أمام الهيئات العليا للبلاد سوى وزارة الصحة سوى وزارة التضامن سوى وزارة التجارة هذا البروتوكول الصحي برحش يكون من طرف الروضة فقط لأن البروتوكول الصحي هذا أنا نقدر ندير قبل ما نحل الروضة عنهم يمدير البروكوسين تايع المديرهم وشي أني الروضة تعي عقمتها أني الروضة تعي قسلتها كامل أني الروضة تعي قمت بجميع كما نقول بتنظيف يعني كل شيء يعني بها نكون جاهز لكن الشيء اللي يوراد حاليا أنه بعد فتح الروضات إن شاء الله يعني اللي ينتمنى تكون قاعاً قريب أنه البروتوكول اللي راح يكون خلال فتح الروضات يعني البروتوكول هذا مع الإفلاس اللي راح إفلاسة يعني للمعظم كما نقوله معظم الرواضات ويش راح يكون وأشكو محوثين نديروا الشراكة مع الدولة الجزائرية كيف راح نديروا بروتوكول صحي هذا وراح يكون أنت تقصد أنهم يساعدون أنت تقصد أنهم يساعدوكم في هذا البروتوكول الصحي بتوفير مثلاً الكمامات والمطاهرات وما إلى ذلك نعم نعم بالضبط يعني توفير الكمامات ولازم يكون الإنسان يعني ماما يعني في ضل هذا الجائحة كورونا راح يكون من صعب جداً التحكم في الأطفال يعني من صعب جداً تحكم في الأطفال يجب أن يكون يعني يكون نقاش واسع ما بيننا وما بين مختلف الهيئات بها نقدروا أن نحطوا يعني المخطط لقدروا فيه نعم سيتوفيق لا ترك المجال كذلك لسيدة نورا تكلمنا على البروتوكول الصحي اللي ممكن وضعته وحبيتوا أنكم تمشيوا به وهل من مطالب السلطات أنها تساعدكم في تطبيق هذا البروتوكول بالنسبة للبروتوكول صحيح بما أني صيدة لانية في الفرماسان تعي جوز في فارماسيان تخصص تعي جوز في فارماسيان وفي القطاع الطفولة كان بزاف المشغفين به ومعظم مديرات رياض الأطفال أننا منهم الأطباء عندنا الباياطرة يعني عندنا ناس جامعيين وفي المستوى والحمد لله وعندنا مربيات اللي عندهم خبرة خبرة كبيرة دونك احنا يا أنا في أبل احنا تصلنا بجميع مديرات رياض الأطفال اللي عندها علاقة مع الصحة ودرنا عمل مشترك من رمضان وحنا نوجده في البروتوكول هذا وحاولنا نكون فيه تدقيق كبير لجميع يعني للديتاي اللي قدروا يكونوا في الروضة بدأها من قمية جافا اللي نقدروا نستعملوها باش يكون يعني إفكاس إلى آخر إلى الباديهي كامل لأنه يعني إلى الحذاء حاجة تعطيف يعني أبسط حاجة يعني وجدنا كل شيء عنا وجدين باش نتصده أحسن من الدول المتقدمة لهذا الأخر لأننا قبل أن نكون حبينا هذا الميدان وحبينا نمدهم ما هو يعني أفضل البروتوكول الصحي يعني مصاريف أخرى مصاريف أخرى رياض الفتح أو رياض أطفال السي توفيق يقول أنه على الدولة أنها تساعدنا كدري في تطبيق هذا البروتوكول تستطيع مساعدتنا بكما الكمامات كما الاسيو بلوز الفيزياء كم جمعيات اللي را هي تنشط في هذا الدومان بسك إحنا لو كان نزيدون نشرو هذا الأمور راح نزيدون إحنا رانا في الإفلس إذا إحنا لإخذينا أنشارج هذه المتطلبات ما راناش قادرين ونزيدوهم على عاتق الأولياء إحنا يا الأولياء ماذا بنا نقصو عليهم ما نشحبين نزيدو لهم ما نشحبين نرفع التكلفة للروزة على جل الجائحة سيدة نورة متى تتوقع أنه يتم سمح لكم بالنشاط نحن ناشد رئيس الجمهورية لأنه تقريبا في 23 في الشهر يبدأوا الطلبة يدرسوا في الجامعات ورانا يعني الأولياء راهم يعني يلحوا علينا إلحاح كبير لأنه الأولياء تاكلين ومعاولين على العالة الروزة أكثر من طفل الذي يكون في الروزة يكون الكثير من الأمهات العاملات يوضع أبنائهم الكثير لما استفادوش من هذه العطلة الاستثنائية وما كانش ضغط في الوقت الحالي لأن الأفخات عنده أخوه كبير راهو يشد راهو عند عمته كي الناس اللي راهي ما زالها عطلة مم هي ما خلتش عطلة بس عندها حلول بديلة لكن مع الدخول الاجتماعي كل واحد راح يولي الحياة الطبيعية ورح يوقعوا هذه الأمهات العاملات في أزمة ويحتاجون إلى رياض أطفال الدليل أن نحن كمديرات رياض أطفال يعني راهم يسألوا فينا وقتش تحلوه كيفاشو باش نحبوا يتطمئنوا لأنه خلينا فارغ كبير جدا والدليل أنه كامل القطاعات القاسية لم يكش سيولة على جل أمهات هذا يعني أثرنا بطريقة أو بأخرى أثرنا على البطالة بطريقة توقع أن نهاية هذا الشهر يتم سمح لكم نحن نوجه نداءنا للسلطات المعدنية لرئيس الجمهورية لأنه هو لأصدر الأمر بالغلق أنه يفتحنا وإحنا نتعهد بأننا سنبذل جميع جهدنا لباش نأدوا رسالتنا على أكمل وجه يعني ما يطفل هذا يا قبل ما يكون إحنا هو الأم البديلة ما رحاش نلعبوه بالأطفال لأننا رحنا لهذه المهنة حبا في الطفولة ماشي بالاستثمار طيب خليني نمر لسيدة ريم هي كانت آثارة موضوع دفتر الشروط حفظ بالنسبة للمشاكل اللي رحنا في جائحة كورونا باش نطويب هذا باش نطويب هذا في دوسية نشهر نرضنا مطالبين بلاكاس ن torque مطالبين بالكناس مطالبين بيدفع أجور المعربيات مطالبين بيدفع الأعلام المترتبى على ال� atajore هذا ما يعني حاجة ما حبست نقران في قلق كبير وهلع كبير بالنسبة لهذا الليزان قاجمونت عندكم مطلب أن يعفوكم نحن يعرف بالنسبة لولاية الجزائر مثلا ولاية الجزائر مديرية النشاطات الاجتماعية اخذت الانسياتيف دايق مشكورة سيدة معيو الصالحة وسيدة رئيس القسم سيدة ما الآن يساغوي لمحيات اخذوا الانسياتيف ورحوا راسلوا الوالي وقاموا بتسديد أجور المربيات مدة ثلث أشهر الولاية السردس الولاية الجزائر فقط بسكورة رئيس المصلحة سيدة غويلم اخذت الامر بجدية ويعني شفها حل المربيات واتصلت بالسيدة معيوش وقاموا بيعني ونتمنى أنه يكون نفس الحال في 48 ولاية هذا وش الوالي دائي أتمنى بسكورة هم المم تسديد أجور المربيات مطرف مديرية ضمان اجتماعي هكذا مديرية نشاطات اجتماعية لأن الولايات الوحيدة التي استفدت هي وهرا وعنبا والجزائر العاصمة فقط والباقي الولايات يروحوا التجارة يقول لهم رحوا اللاداس يروحوا اللاداس يقول لهم رحوا التجارة وقعدوا المربيات بدون رواتب جيد فيما يخص نقطة دفتر الشروط التي أخرطت أوراق مؤسسات استقبال الطفولة سيدة ريم دفتر الشروط الذي كان سبتمبر الماضي يعني ما الذي أحدثه لهذه الرياض الأطفال؟ واش سبب لكم هاد لدفتر الشروط؟ والله فيما يخص دفتر الشروط بإيجاز بإيجاز حتى لا نطيل عليكم هناك عدة من بينها توفير مساحات خضراء مكاتب إدارية قاعة جلوس للأولياء قاعة علاج مخزن مكتبة هذه في الحقيقة تتطلب أولا ميزانية كبيرة ثانيا الوقت لتنفيذ هذه الأمور زد على ذلك نحن مطالبين أو مطالبون بتنفيذ هذه الأمور أو هذه الأشياء ابتداء من سبتمبر هذا لكن كما ترون جائحة كورونا يعني غيرت مجرى كل الأشياء توقف نشاط إلى غير ذلك نحن نريد تخفيف من هذا الدفتر وتخفيف العب ومراعاة الظروف التي مررنا بها يعني وإعطاءنا فرصة وأن نجلس في طاولة مفاوضات حتى نناقش هذه المطالب لأن كل بيئة وكل جهة وخاصيتها الشمال ليس مثل الجنوب يعني وبالتالي لابد أن تعطونا مهلة مهلة للتشاور مهلة لتوفير هذه الأمور مساعدات مالية على شكل قروض دون فائدة إلى غير ذلك لابد من من يعني مراعاة كل الظروف جيد سيدة وفيق فرحات كذلك فيما يخص مطالبك الخاصة بهذا النقطة نقطة دفتر الشروط أعلم أنه فيه الكثير من يعني النقاط في دفتر الشروط صعب جدا على أصحاب رياض الأطفال أنهم يحققوها على أرض الواقع نعم سيدي يعني لو نتحدث على دفتر الشروط أنت تسمعوني سيدي نعم نعم أسمعك 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 تفضل تفضل أنت المباشر معنا نعم فيما يخص فيما يخص دفتر الشروط الجديد والذي جاء بقرار المرسوم التنفيذي رقم 253-19 المؤرخ في 16 سبتمبر 2019 يعني إنسان لما يهدر على دفتر الشروط نحن كفيدرالية وطنية لمؤسسات استقبال طفولة صغيرة لسنا ضد ترقية أو لسنا ضد أن رياض الأطفال أو مؤسسات الاستقبال طفولة صغيرة تكون في المستوى الشيء اللي كان فيه دفتر الشروط هناك نقاط إيجابية اللي يمكن أن نرتقي بمستوى مؤسسات استقبال طفولة صغيرة لكن هناك نقاط من المستحيل أنه في هذه الظروف الحالية أو لا أشتغل ما نشف الظروف هذه من المستحيل أن نتطبيقها لماذا؟ هناك نقاط عديدة لما نتكلم على المساحات الخضراء أو لما نتكلم على وجود عدة مكاتب إدارية أو لما نتكلم على عدة نقاط أخرى بدون الدخول في التفاصيل يعني رح يستغلق وقت كبير أنه ما من البنايات اللي يرى هم كينين حالي اللي متواجدين حاليا ما كاش لمواصفات هذه يعني ولو يتم تطبيق هذا الدفتر الشروط الجديد رح نقول لك بالك نسبة كبيرة من الروضات رح تغلق ولما تغلق الروضات حنا بمثابة حنا في الدخول الاجتماعي كما ذك في جامعة قاسنطينا بمثابة أستاذ جامعي رح ندخلوا لفنتر وأوت يعني 23 أوت رح يكون دخول جامعي وين رح يروحوا الناس هادو اللي رح محطين ولادهم والله اللي حطين الأبناء تحهم في الروضات يعني بالنسبة لأنه أنا أقترح يعني قبل تطبيق هذا الدفتر الشروط الجديد كان بإمكان الوزارة الواصية أو الجهات الواصية أنه يكون عندها شريك الشيماعي اللي يقدر تتحدث معاه وراح نلقى حلول سواء من أجل تطبيق بعض بونود هذا الدفتر وإلغاء أو تجميد بعض نيقاته من أجل الارتقاء بمستوى مؤسسات استقبل طفولة صغيرة وعندي يعني اقتراح يعني عندي نداء إلى رئيس الجمهورية يعني فيما يخص دفتر الشروط لما هناك أناس يعني كثيرين اللي استفادوا من استفادوا من استثمار لما لا يريدون إن أرادوا أن يطبقوا هذا الدفتر الشروط الجديد لما لا وضع كل مديرات الروضات أو كل الناس اللي عندهم الروضات يمدوا لهم تاني يستثمروا يمدوا لهم ديلوتيرا يمدوا لهم قروض ويمكن له أن ينشئ تفاصيل هذه الدفتر الشروط استقبل طفولة صغيرة في أحسن وجه ويمكن أن نرتقي لكن بهذه الظروف الحالية أشكرك سيد توفير ومع متواجد هذه البنايات لا يمكن نعم سيدة نورا في الأخير مطالبك فيما يخص دفتر الشروط سمعنا لبعض شروحات وتفاصيل على التوفير دفتر الشروط هو الكابوس الذي يعيق كل أحلام كل مديرة روضة لأن المشروع تعالروضة هو حلم كل وحدة فينا وتسعين بالمئة منا رأنا نساء اللي يحلينا يعني استثمرنا في هذا المشروع لأننا استثمرنا في الطفولة دفتر الشروط المشكل فيه أنه كينسوء فهم للنصوص النصوص جاية نصت عندها تقدر تفسرها كما حبيت وهذا هو ما فيهاش تفسير يكتب لك مكاتب لك ولاية غيريزان تقول لك ستا مكاتب ولاية وهران تقول لك أربعة ولاية ما كاش تحديد كل واحد ومبعد فصل على حساب فهمته كل إدارة اجتهدت ودارت دفتر الشروط دارت إن فيش تيكنيك إن فيش دوسوي في على حسابها وهذه لا تخدم عندنا المشكلة قم ثنين دفتر الشروط جاي يخدم الجانب الإداري تسمى النص الروضة راح تتحول إلى إدارة مكتب الطبيب مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا قاعد جوليس قاعد نحن حبينا نستثمروا في الطفل الطفل في بلاست ما نغلقتو تنيطاجه نخليه إدارة ماذا بيا نزيده يعني لم يذكر اللاعب لم يذكر اللعب لم يذكر الجانب البيداغوجي ما حثوناش على أن نطوروا يعني من الوسائل البيداغوجية يعني تريني أنا دفتر الشروط هيكلة رياض الأطفال واجعلها كأنها إدارة راهي إدارة بالنسبة إدارة يعني 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 يعطى أهمية كبيرة للجانب الإداري وإحنا ما راناش إدارة وألزمكم بتطبيق هذا الشيء وألزمنا والمشكلة رقم الثنين اللي رانا واقعين فيه هو أنه لو كان يطبق يتنحى رياض الأطفال يتنحى معناش أموال باهظة باش نقدروا نطبقوه في الواقع هذا الشيء البنايات كي تبنات تبنات على أساس مساكن ما تبناتش على أساس رياض أطفال باش تطبق أمر كيما هذا بمعنى أنه هذا دفتر الشروط كان ممكن أنه يوضع على مراحل على مراحل يعاونونا بالدعم يعطونا قطع عرضية يستثمروا ونقلصوا يعني يعطونا قرز بدون فوائد ونديروا وش لازم يعني معناش مشكل بالصح في الوقت الراهن كاين مناطق مامل النسيج العمراني ما يسمح لهم تنعطيك المثال لولاية وهران ولاية وهران كاين مناطق لنصها سديزا باقتوما وما كانش ونس هدوك تعليزا باقتوما انتا تقولوا ما تحلش روضة في عماء يعني معاك ستنجرد النفان والحديقة رهي واجبة لكن النسيج العمراني على ثلاثة ولا خمسة كيلومتر ما فيهش بناية بهذه المواصفات طيفل هذك وين رح يروح وين رح يروح الزل ما وفرتلوش البديل باش نقدر أنا الولاية كما هذي ما نقدرش نحن نطبق عليها دفتر شروط بهذه المواصفات جيد أشكرك جزير الشكر سيدة نورة بن خروف رئيس الفيدرالية الوطنية المؤسسات استقبال الطفولة لحضرك معنا الشكر موصول كذلك لسيدة ريم ترعى مديرة روضة بالواد وأشكر كذلك ستفيق فرحاد صاحب روضة كذلك من قسنطينا مشاهدين أطوي هذا المواصف